موسيقى الثانية صباحا في القاهرة أهلا بكم إلى نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين وزارة الدفاع السورية تعلن إصابة ثمانية عسكريين إثر ضربة إسرائيلية على أطراف العاصمة دمشق الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته الجوية على مخيمي النصيرات والبريج ويستهدف محيط مسجد في غرب رفح الفلسطينية في قطاع غزة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إتمار بن جفير يطالب بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه لمسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة ثمانية عسكريين من جراء غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة دمشق وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى تابعا لقوات الأمن السورية خارج دمشق والآن إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة هذه هي أشياء الأمن السورية التضفق الكامل والآمن بالمساعدات الإنسانية لأهل غزة وقف إطلاق النار بغزة أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن الوفد الأمنية المصرية يكثف اتصالاته مع قادة حركة حماس ونزرائه الإسرائيليين للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وأفد المصدر أن الاتصالات تهدف للوصول إلى توافق على بعض النقاط الخلافية بين الجانبين قال مصدر مصري رفيع المستوى إن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأوضحت حماس أن هنية ثمن خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس المخابرات المصرية الدور المصري مؤكدا الروحة الإيجابية لدى الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار وأكد هنية إرسال وفد من الحركة إلى مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وأوضح المصدر المصري رفيع المستوى أن وفدا من حركة حماس سيصل إلى القاهرة خلال اليومين القادمين وذلك لاستكمال مفاوضات الهدنة مؤكدا تكثيف مصر جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين أعرب البيت الأبيض عن رغبته في التوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأكد متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل تفهم رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية مشيرا إلى احتمالية تغيير سياسة واشنطن تجاه الوضع في غزة إذا شرعت إسرائيل في الاقتحام دون تأمين سلامة المدنيين أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن هجوم إسرائيل على شاحنات المساعدات أمر غير مقبول ويجب منعه وطلب ميلر إسرائيل بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات الهجمات على شاحنات المساعدات أمر غير مقبول ويجب على إسرائيل اتخاذ خطوات لمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها لقد سمعنا عن قيم إسرائيل باعتقال ثلاثة أشخاص متورطين في الهجمات على شاحنات المساعدات وهي خطوة مناسبة يتعين على إسرائيل اتخاذها كلما وقعت هجمات على قوافل المساعدات وفي المقام الأول ينبغي عليهم منع حدوث هذه الهجمات لأن المدنيين الأبرياء هم من سيحصلون على تلك المساعدات مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة تضم أكثر من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني لجأوا إليها هربا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع حيث باتت آخر ملاذ للنازحين مزيد من المعلومات عن مدينة رفح الفلسطينية في سياق العرض التالي مع الزميل حسان بشير رفح الفلسطينية باتت آخر ملازل للنازحين في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمرة على القطاع وأصبحت تهدفا لآلاته الحربية تقع رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع غزة وتبعد عن مدينة غزة بحوالي 35 كيلومترا وعن خانيوس بعشرة كيلومترات يحدها من الغرب البحر المتوسط ومن الشرق خط الهدنة لعام 48 ومن الجنوب الحدود المصرية الفلسطينية وتعتبر أكبر مدن القطاع على الحدود المصرية حيث تبلغ مساحتها 55 كيلومترا مربعا تضم مدينة رفح 43 مدرسة ما بين ابتدائي وعدادي وثنوي من بينها 26 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا و 17 مدرسة حكومية تابعة لسلطة الفلسطينية جميعها مقتضة الآن بالنازحين مع التوقف العملية التعليمية هناك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مدينة رفح الفلسطينية تفتقر إلى الخدمات الأساسية وقياسا بعدد السكان والنازحين حيث لا يوجد في المدينة سوى أربع عيادات حكومية وثلاثة مستشفيات جميعها استهدفها الاحتلال الإسرائيلي وعطلها عن العمل جزئيا المدينة تغص حاليا بأكثر من مليون وأربعمائة ألف نازح يشكلون أكثر من نصف سكان القطاع في حين كان عدد سكان المدينة جميعا يبلغوا سبعمائة وخمسين ألف نسمة لتواجه بذلك الأمم المتحدة وشركاؤها تحديات خطرة في تقديم المساعدة بالفعل للاجئين في هذه المدينة وقد قال بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال إنه نظرا إلى أن الملاجئ في رفحة الفلسطينية تجاوزت طاقتها الاستيعابية إلى حد بعيد فقد استقر معظم النازحين داخليا في الشوارع وفي الأماكن الفارغة في أنحاء المدينة حيث نصب الخيامة والملاجئ المؤقتة وهكذا لكل من ينظر إلى خريطة النازحين في رفحة الفلسطينية مع زياد الأعداد واقتضاد المكان بالسكان يدرك جيدا أن الاكتياح الإسرائيلي المزمع للمدينة سينشع عنه بالضرورة مجزرة كارثية ستضاف إلى سجل جرائم الحرب الإسرائيلية المفتوح دون أفق لنهايته أكد ملك الأردن عبد الله الثاني ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بقطاع غزة وخلال مباحثاته في روما مع رئيسة الغزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا حذر ملك الأردن من تداعيات الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح الفلسطينية ينوبية القطاع وشدد العاهل الأردني على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أي عوائق من جهتها أكدت ميلوني التزام إيطاليا بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بالتعاون مع الأردن فيما حذر الرئيس الإيطالي من تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية وتوسيع الصراع الإقليمي شن طيران الاحتلال غارتين جويتين استهدفتا مخيم البريج وسط قطاع غزة وأفدت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية مخيم النصيرات وسط القطاع وفي جنوب القطاع قصف الاحتلال مناطق متفرقة غربية رفح الفلسطينية حيث استهدف محيط مسجد أبو شمالة في تل السلطان ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة أدانت وزارة الصحة الفلسطينية جيمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء في قطاع غزة عدنان البرش جراء التعذيب داخل سجون الاحتلال وقالت الوزارة أن جريمة قتل الطبيب البرش في سجون الاحتلال رفعت حصيلة ضحايا القطاع الصحي في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 492 شهيدا وطلبت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل وإطلاق صراحهم وفي سياق المتصل استشهد فلسطيني يعمل صائق شاحنة لتوزيع المساعدات وأصيب آخرون إثر استهداف جيش الاحتلال لهم بالرصاص بشرق مدينة غزة شمالية قطاع غزة واستهدفت قوات الاحتلال تجمعا للفلسطينيين في أثناء انتظارهم شاحنة مساعدات بالقرب من دوار الكويت بحي الزيتون بمدينة غزة كما أصيب ستة مواطنين آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال بالقصف الجوي منزلا في نفس الحي حياة مضطربة يعيشها سكان قطاع غزة من جراء الحرب التي فرضتها عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى فقد المواطنون كل شيء ولسيما الأمان وبعد محاولات متكررة للنزوح إلى مناطق بعيدة عن استهداف قوات الاحتلال بالجنوب هددت إسرائيل باقتحام رفح الفلسطينية جنوبي القطاع كانوا آمنين يحيون وسط عائلاتهم تماما كما يفعل الجميع يحلمون ويتبادلون أطراف الحديث حول مستقبل ينتظرهم غدا ظنوا أن الحياة تحمل لهم مفاجآت صارة الجميع يتمنى ويجتهد ويترقب حصاد مساعيه الشاقة وفجأة تبدل كل شيء لقد خلت المنازل ومات الرفاق وباتت المدينة مرعبة فكل خطوة داخلها تعني الموت أو الإصابة بقظيفة لم تخطئ هدفها في قتل المدنيين قط ما دفعهم للنزوح مجبرين مرة تلو مرة تلو أخرى حتى فقدوا احتمالية النجاح إنهم سكان قطاع غزة الذين تفرقت بهم السبل وأصبحوا إما شهداء أو مطاردين من قبل شبح الموت الذي استأجرته تلو أبيب بآلتها العسكرية ليقضي على كل شيء فبينما اتخذوا من مدينة رفح الفلسطينية مسكنا ظنوه آمنا إذ بمطامع الاحتلال تتصاعد وتتجه أنظارهم إليها فتحول الجنوب ومناطقه إلى هدف جديد للاحتلال حتى بات عليهم المغادرة مجددا في أي حرب وأي صراع ذلك الذي قد يجبر قرابة المليون ونصف المليون مواطن على التهجير مرات عدة من كل مدينة يسكنونها كون صارقها يطمع في كل شبر بها فكيف ستسكن تلك العائلات الشوارع وكيف ستبني حياة جديدة أسئلة لن يجيب عنها الاحتلال سوى بالقتل والموت حتى لا تبقى هناك غزة ولا أهلها ولا حياة يمكن أن تؤرق مخططاتهم الشيطانية حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع درجات الحرارة يهدد بتدهور الوضع الصحي في قطاع غزة وأوضحت المنظمة أن التقص الحار يزيد من حدة الأزمات الصحية عموما مشيرا إلى أن نحو مليون نازح فلسطيني يعيشون في خيام بلاستيكية في قطاع غزة نصبت في مساحات مفتوحة وبالتالي لا تقي من الحرارة إلا قليلا أفد تقرير أصدرته الأمم المتحدة بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستغرق ثمانين عاما إذا صارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة وأوضح التقرير الأممي أن إعادة إعمار غزة مهمة لم يتعامل المجتمع الدولي مع مثلها منذ الحرب العالمية الثانية وقد قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعمار القطاع مما بين 30 و40 مليار دولار موت ودمار وخراب وعشرات السنوات لعودة القطاع إلى ما كان عليه صدمة كبرى خلفها التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن إعادة الإعمار في غزة ذلك القطاع الذي أهلكته الحرب فتحول من منطقة شامخة إلى كومة من الدمار والركام التقرير الأممي أكد أن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا صارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة التقرير أوضح أيضاً أن القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر سبب خسائر بمليارات الدولارات وأدى إلى تحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المقتض بالسكان إلى أكوام من الركام ستحتاج إلى أكثر من 30 إلى 40 مليار دولار لإعادة إعمار غزة مجدداً الدمار جعل قطاع غزة مثل سطح القمر بهذا الوصف أوضح مسؤول في الأمم المتحدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع الذي لم يأخذ من القمر سوى حجم ركام أرضه الصدمة الكبرى كانت في الموعد المحدد لإعادة إعمار تلك الأرض المدمرة حيث أوضح التقرير أن غزة بحاجة إلى قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل والتي تجوزت 80 ألف منزل وفي أفضل السيناريوهات التي توقعتها لغزة أشارت الأمم المتحدة إلى أنه في حال تسليم مواد البناء بنحو أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021 سيتيح ذلك إعادة الإعمار بحلول عام 2040 سنوات طوال ومشوار أطول بانتظار القطاع المكلوم الذي لم يتخلص من الصراع الذي فرضه عليه لاحتلال حتى يدخل صراعاً آخر مع الزمن كي يتمكن من استعادة ملمحه مرة أخرى والآن إلى متابعة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح موسيقى 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 يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والعبور المصابين والعالقين إلى مصر وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بإدخال أربع شاحنات غاز وأربع شاحنات صلار إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري وأشار إلى إدخال 226 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر منفذ كرم أبو سالم فضلا عن إدخال أربعين شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر منفذ رفح وأضاف أن معبر رفح استقبل اليوم ثلاثين مصابا فلسطينيا وخمسة وثمانين مرافقا حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من أن العضوان الإسرائيلية على قطاع غزة سيدفع مليون وسبعمائة وأربعين ألف شخص إلى الفقر وأوضحت الوكالتان أن ناتج المحلية الإجمالية لفلسطين تراجع بنسبة كبيرة بلغت 26.9% بخسائر إجمالية تجاوزت سبعة مليارات دولار حرب سلبت أهلها كل شيء أرواحهم أمانهم ومدنهم فكانت النتيجة دمارا كاملا لحياة مواطنين أذاقهم لاحتلال مر الأيام الفقر والجوع كان عاملين أساسيين في تلك المعركة التي أقحمت تل أبي بقطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين بهما بعدما عجزت عن تحقيق أهدافها العسكرية فلم ترى سوى الخراب حلا يروي عطشها المستمر للخراب الذي أرادت أن يحل أينما حلت هي وبحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية بلغت نحو ثمانية وخمسين بالمئة بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة بلغت ستة وعشرين فاصل تسعة بالمئة بخسائر إجمالية تجاوزت سبعة مليارات دولار عما كانت عليه في الفين وثلاثة وعشرين الأمر الذي سيدفع نحو مليون وسبعمائة وأربعين شخصا إلى الفقر نتائج صالمة لكنها ليست نهاية المطاف فالحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر من شأنها أن تزيد نسب الفقر في فلسطين إلى ستين فاصل سبعة بالمئة حال استمرارها إلى تسعة أشهر فيما سينخفض النتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى تسعة وعشرين بالمئة بإجمالي خسائر سبعة مليارات وستمائة مليون دولار أرقام مرعبة كشفها التقرير الأممي ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل كان للخسائر البشرية مكان كبير ضمن تقديرات الأمم المتحدة التي أكدت أن ما لا يقل عن خمسة بالمئة من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا في تلك الحرب الشريسة نتائج التقرير وإن كانت مرعبة فهي حتما لن يمكنها وصف المشهد الحقيقي على أرض القطاع المدمر بالكامل فتل أبيب ذلك الشيطان المتمرد على كافة القوانين الإنسانية لن يتناسى يوما كون هؤلاء المدنيين هم أصحاب الأرض الحقيقيين فيبقى وجودهم دليلا على جرائمها من المتوقع إدراج إسرائيل الشهر المقبل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الضرر بالأطفال في مناطق النزاعات وتقول تقديرات إن دخول إسرائيل ضمن هذه القائمة التي تتكون من ثمان دول إلى جانب منظمات إرهابية مثل داعش وتنظيم القاعدة وتنظيم بقو حرام سيكون بسبب جرائمها في العدوان المتواصل على قطاع غزة المزيد في صياق العرض التالي مع الزميل أحمد بشتوم بخوف في إسرائيل من إدراجها على القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول والمنظمات التي تلحق الضرر بالأطفال في مناطق النزاعات حسب تقديرات فإن دخول إسرائيل ضمن هذه القائمة التي تتكون من ثمان دول إلى جانب منظمات إرهابية كداعش وتنظيم القاعدة سيكون بسبب جرائمها في العدوان المتواصل على قطاع غزة إسرائيل تسعى عبر تحركات دبلوماسية في واشنطن لإقناع الأمم المتحدة بعدم ضمها إلى هذه القائمة التي أعدتها مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بأحوال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة برجينيا جانبا إسرائيل قد تمكنت من منع ضمها إلى هذه القائمة السوداء العام الماضي إلا أن التخوف في إسرائيل يتمثل في ضمها إلى القائمة هذه المرة سيكون بداية لعقوبات عليها كمقاطعة شركات تجارية وشركات أسلحة الإدراج الإسرائيلي المتوقع إذن على القائمة السوداء يأتي تزامنا مع أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها أطفال قطاع غزة حيث أوضحت منظمة اليونسيف أن الأطفال يحصلون على كميات من الماء والطعام أقل كثيرا من المطلوب للبقاء على قيد الحياة وهما سيؤدي إلى وفاة عدد كبير منهم قبل أسبوعين أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بأن طفلا واحدا يصاب أو يموت كل عشر دقائق في قطاع غزة في دليل واضح على دموية الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين في القطاع المحاصر تظهر حصيلة غير نهائية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع قد اقترب من نصف امجمالي عدد الشهداء ويا الجريمة التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي لا تنتهي لا يحتاج العالم إذن إلى أي إثبات على جرائم إسرائيل فغزة شاهد على مجازرها بحق الشيوخ والأطفال والنساء والشباب في ظل عجز دولي عن إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الفلسطينيين في القطاع المحاصر طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إطمار بنجفير رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يؤف جالانت من منصبه ونفى بن جفير صلاحية جالانت لمواصلة العمل وزيرا للدفاع مؤتبرا أنه أحد المسؤولين عن فشل الجيش في السابع من أكتوبر الماضي من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسال إيري سموتريتش إن تعينات جنرالات جيش الدفاع غير شرعية ولا يمكن أن يقرها رئيس الأركان وأضاف سموتريتش أنه حان الوقت لكي يتولى رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو زمام الأمور ويضع وزير الدفاع ورئيس الأركان في مكانهما ويوقف هذه الفضيحة على حد قوله قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد إن تعيين الضباط في الجيش هو دور وواجب رئيس الأركان ووزير الدفاع وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية من محاولة وزير المالية بتسال إيري سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إطمار بن جفير للاستلاء على الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن محاولتهم لن تنجح وكان وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت صدق بالاتفاق مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي على التعيينات المهمة في هيئة الأركان العامة للجيش وشملت التعيينات تولية السكرتير العسكري السابق لرئيس الغزراء بن يمين نتنياهو الجنرال آفي بلوت منصب قائد القيادة الوسطى بالضفة الغربية وتولية شلومي بن دار رئاسة شعبة الاستغبارات العسكرية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاحتجاجات التي شهدتها جامعات أمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لن تجبره على تغيير سياساته تجاه منطقة الشرق الأوسط وأوضح بايدن أن التعامل مع المحتجين سيكون وفقا للقانون أتفهم أن الناس لديهم مشاعر قوية وقناعات عميقة في الولايات المتحدة ونحن نحترم حقهم في التعبير عن ذلك لكن يجب أن يتم ذلك بدون عنف وتدمير وقراهية وفي إطار من القانون سأظل دائما على نفس القوة في الدفاع عن سيادة القانون وهذه مسؤوليات اتجاه الشعب الأمريكي بحكم التزام بالدستور ولم تجبرني الاحتجاجات على تغيير سياساته تجاه ملفات الشرق الأوسط كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن اعتقال أكثر من ألفي شخص في الاحتجاجات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في أكثر من أربعين جامعة أمريكية وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة الأمريكية وطلاب محتجين بجامعة كاليفورنيا ضد العدوان على غزة واقتحمت شرطة لوس أنجلوس جامعة كاليفورنيا واعتقلت عددا من المعتصمين المطالبين بوقف العدوان على القطاع كما أزالت الشرطة الأمريكية حواجز نصبها المحتجون في الجامعة وأطلقت قنابل الدخان لتفريق الاعتصام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شخص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات ببلدة عنبتة في تول كارن بالضفة الغربية كما وصلت إصابة خطيرة لطفل برصاص الحي في الصدر إلى مستشفى روفاديا الحكومي من بلدة قصرة بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وأوضحت مصادر فلسطينية أن 163 مستوطنا اقتحموا المسجد من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة وفي الصياق ذاته شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى ومنعت الشبان الفلسطينيين من دخوله نشراتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل الحسيون يتوعدون بجولة رابعة من التصعيد في البحر الأحمر إذا استمرت تعنط الإسرائيلي الأمريكي موسيقى موسيقى طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاطي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على جنوب لبنان وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية أكد ميقاطي ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان بهدف التخفيف من حدة أزمة اللاجئين وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم كنت أحذر من أن كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستبتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية ونحن على قناعة ثابتة بأن أمن لبنان من أمن دول أوروبا والعكس وأن تعاوننا الجدي والبناء لحل هذا ملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع مع أخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل كيمة معنوية للشرق والغرب إننا نرفض أن يتحول وطننا إلى وطن بديل وندعو أصدقائنا في الاتحال الأوروبي للحفاظ على كيمة لبنان والمضي في حل هذا ملف جزريا وبأسرع وقت انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحال الأوروبي ودول العالم بأن المدخل الحل هو سياسي بامتياز وفي رأينا انطلاقا من واقع سوريا حاليا أن النطوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية بات آمنا مما يسهر عملية إعادة النازحين من جانبها أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين عن دعم ماليا بمليار يورو للبنان على مدى ثلاث سنوات لدعم اقتصاد البلاد والمساعدة في منع تضفق اللاجئين إلى أوروبا وأكدت فاندرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيدعم قوات الجيش والأمن اللبنانيين ويوفر المعدات والتدريب والبنية التحتية اللازمة كما سيعمل على مساعدة لبنان في حل مشكلة النازحين واللجوء غير القانوني ونحن هنا بهدف أن نقول أن الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبها ونحن نريد أن نؤكد على دعمنا المستمر الدائم هذه هي الرسالة الواضحة لقادة أوروبا خلال القامل الماضية واليوم نيكو وأنا هنا نمثل الاتحاد الأوروبي لنعيد تكرار هذه الرسالة اليوم ناقشنا كيف يمكننا أن نقوي العلاقات الاقتصادية والسياسية وندعم الاستقرار في لبنان كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استقبل الرئيس القبرصي نيكوس كريستو دليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في العاصمة بيروت وعقد المسؤولون الثلاثة جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين لبنان ودول التكتل إضافة إلى دعم لبنان لضبط حدوده والسيطرة على الهجرة غير الشرعية التي تنطلق باتجاه السواحل القبرصية والأوروبية أعلنت فصائل عراقية المسلحة أنها وجهت ضربتين متزامنتين على منطقتين في إسرائيل وذلك ردا على عضوان جيش الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة وفادت الفصائل العراقية في بيان أنها وجهت ثواريخ كروز متطورة إلى أهداف إسرائيلية حيوية في منطقتين بئر السبع وتل أبيب ظهر أمس الخميس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدميرها ثلاث طائرات مسيرة في إحدى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن وأوضحت للقيادة المركزية الأمريكية أن المسيرات الثلاث مسلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر ومن جانبها قالت جماعة الحوثي في اليمن أنها نفذت ثماني عمليات بخليج عدن والبحر الأحمر خلال الأسبوع الجاري باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات وأضافت جماعة الحوثي أنها أسقطت ثلاث طائرات استطلاع أمريكية مسلحة بمحافظة صعبة شمال غربي البلاد منذ مطلع الأسبوع مؤكدة تحضيرها لجولة رابعة من التصعيد في المياه الدولية وذلك إذا ما استمر التعنت الإسرائيلي الأمريكي في فلسطين أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز أن ضرب روسيا للبنية التحتية الأوكرانية يهدف إلى إعاقة نقل المساعدات العسكرية الجديدة إلى خطوط المواجهات الأمامية وخلال جلسة استماع لها بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ استبعدت هينز انتهاء الحروب أو الحرب الروسية الأوكرانية قريبا أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إصابة أربعة عشر شخصا من جراء سقوط صاروخ روسيا استهدف مستودعا لإحدى شركات البريد وأفد حاكم أوديسا أن هذا الهجوم الصاروخي هو الثالث على المدينة خلال عدة أيام مضيفا أن جميع موظف الشركة توجهوا إلى أحد الملاجئ قبل أن يصيب الصاروخ قسم الشحن في المستودع صرح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بأنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا وأشار ماكرون إلى أنه في حال اخترقت روسيا ما وصفه بخطوط الجبهة فإن باريس لا تستبعد إرسال قوات إلى كييف وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في ظل حاجة أوكرانيا المتزايدة إلى مزيد من الدعم العسكري الغربي خاصة أنظمة الدفاع الجوي موسيقى وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وأكد الرئيس المصري خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالعاشر من رمضان حرصه على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبناء بيئة عمل سليمة مشيرا إلى أن الدولة تبذل أقصى جهد لمكافحة التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية ولقد حرصه منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوك إنشاء بيئة بيئة عمل سليمة حيث وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال تناقش فيها مختلف القضايا والتشعاد أليت تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشون في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقيق العمال وإضافة إلى ذلك وإيمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمال فقد وجهت بما يالي سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب المؤقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1000 جنيه تحدى أدنى للعامل وافق البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتقار الرقمي التابع لبنك مصر الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر وأقالت الشركة إن البنك الجديد سيتم إطلاقه تحت اسم وان بانك مشيرة إلى أنها تسعى لإطلاق البنك الرقمي خلال الربع الأخير من العام الجاري لتعزيز الشمول المالي في مصر أعلنت السلطات التركية تعليق الصادرات إلى إسرائيل والواردات منها ولم تعلن أن قرر رسميا بعد هذا القرار لكن وزير الخارجيات الإسرائيلي إسرائيل كاتس اتهم الرئيس التركي رجل طيب إردوغان بانتهاك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات التركية إلى إسرائيل تقلص العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة قريلا في مارس بعدما خفف تراجع الواردات إلى حد ما من تأثير انخفاض الصادرات وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية أن عجز الميزان التجاري انكمش بلزبة 1 من 10% ليصل إلى 69 مليار و400 مليون دولار وانخفضت الواردات 1.6 من 10% في مارس إلى 327 مليار دولار كما تراجعت واردات السلع بنحو 1.6 من 10% إلى 263 مليار و800 مليون دولار قال جيرون باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة وأكد باول في مؤتمر صحفي بعد انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقضية على موقف الفيدرالي بتجاهل السياسة في التحليل الاقتصادي للبنك واختيار السيناريو الأفضل للاقتصاد الأمريكي رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 من 10% من 2.9 من 10% خلال توقعاتها الأخيرة في فبراير بفضل الانتعاش في الولايات المتحدة بينما تبقى منطقة اليورو متخلفة عن الرجب وقالت المنظمة في أحدث تقرير ربع سنوي لها أن الاقتصاد الأمريكي نمى بنسبة 2.6 من 10% عام 2024 مقارنة مع 2.1 من 10% في التقرير السابق وبالنسبة إلى منطقة اليورو توقعت المنظمة أن يرتفع النمو بنسبة 7 من 10% مقارنة بنسبة 6 من 10% المتوقعة سابقا قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين خلال زيارة إلى بيروت إن الاتحاد الأوروبية عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المتعثر وأضافت فوندرلاين أن من المهم لبيروت أن تمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية لإعادة إحياء بيئة الأعمال والقطاع المصرفي ارتفعت أسعار النفط العالمية في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء الخام لإعادة ملء احتياطاتها النفطية بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في 7 أسابيع وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مغزون الطوارئ في 2022 وتتطلع إلى إعادة شراء النفطي بسعر 79 دولاراً للبرميل أو أقل ترجمة نانسي قنقر استقرت أسعار الذهب العالمية بعد أن أبقى مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغييراً يذكر مسجلة 2317 دولاراً و77 سنة للأوقية بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 17% لتصل إلى 2327 دولاراً و60 سنة للأوقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورياضياً نجح نادي الزمالك في الفوز على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة العشرين من الدور المصري الممتاز هدف الزمالك الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق لعبه أحمد مصطفى زيزو بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى للفريقين لتنتهي المباراة بهدف نظيف للأبيض هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلى نقطة الرابعة والعشرين في المركز الثاني عشر بينما بقي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر لرصيد ثمانية عشر نقطة فاز نادي تشيلسي على ضيفه توتنهام بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين للدور الإنجليزي الممتاز أهداف تشيلسي جاءت عن طريق شالبو بالدقيقة الرابعة والعشرين ثم جاكسون بالدقيقة الثانية والسبعين لينتهي الدربي اللندني بفوز البلوز بهدفين نظيفين بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الحادية والخمسين في المركز الثامن بينما بقي توتنهام بالمركز الخامس برصيد ستين نقطة أعلن الاتحاد النمسوي لكرة القدم أن رالف راجنانيك مدرب منتخب النمسا سيستمر مع الفريق بعد رفضه عرض تدريب بيرن ميونخ بيرن تفاوض مع راجنانيك طوال الأيام الأخيرة من أجل خلافة توماس تخيل الذي سيرحل بنهاية هذا الموسم لكن المدرب البالغ من العمر 65 عاما رفض العرض في النهاية إلى هنا تنتهي نشراتنا وهذه تبكرة بالعناوين وزارة الدفاع السورية تعلن إصابة ثمانية عسكريين إثر ضربة إسرائيلية على أطراف العاصمة دمشق الاحتلال الإسرائيلي يكثف من غاراته الجوية على مخيمي النصيرات والبريج ويستهدف محيط مسجد في غرب رفح الفلسطينية في قطاع غزة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إطمار بن جفير يطالب بإقالة وزير الدفاع يوأف جالانت من منصبه لمسؤوليته عن أحداث أكتوبر الماضي مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا لنهاية هذه النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء